رسمان أهل الفكر صدر مشرح طير البعاء فكر فيه يستح مرسى الفتاوى للحيار شطفه علم وعرفان وفكر أوضح فقه ورأي في المسائل تنجلي ضيائه حتى يبين الأرجح فاسأل تجاب واستفت من بهداه تنضي القلوب فتفلح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء لم يمضي على المسلمين في المدينة المنورة سوى عامين حتى بدأت أول معركة فاصلة بين الإسلام والكفر ففي أفياح بدر تم رسم معالم الطريق السريع لانتشار الإسلام وإزالة العوائق المعنوية والقسدية من طريقه وقريبا من ساحة المعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع وأكفه يدعو ربه سبحانه وتعالى لهذه العصابة المسلمة أن تضيع يدعو ربه سبحانه وتعالى أن لا تضيع تلك العصابة المؤمنة التي تقاتل في سبيل الله وتنافح الكفر وأهله وبعد سنوات قليلة أو فترة قليلة وقعت غزوة أحد إلا أن النتيجة كانت معاكسة رغم أن الفئة المؤمنة هي نفسها التي شاركت في غزوة بدر فما الذي طرأ يا ترى؟ غزوة بدر تحمل الكثير من العبر والدروس يحتاج المسلم إلى أن يتفكر فيها وغزوة أحد كذلك لكننا في هذا اللقاء سنتناول غزوة بدر على اعتبار المناسبة في هذا الشهر المبارك ونطرق الكثير من الحكم التي يستنبطها العلماء الأجلاء من أحداث تلك الغزوة ويفسرون بها آيات الله سبحانه وتعالى التي رسمت معالمها وكشفت الكثير من أحداثها معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة راجينا منكم أن تشاركوا عبر الأرقام التي ستظهروا على الشاشة بإذن الله وكذلك عبر موقعنا على شبكة المعلومات العالمية أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبالإخوة والأخوات الذين يتابعون وأسأل الله سبحانه وتعالى في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجمعنا على طاعته إنه تعالى سميع مجيب آمين فضيلة الشيخ الإسلام دين السلام يدعو دائما إلى أن تستقر البشرية إلى أن تحصل على أمانها إلى أن تتحقق فيها العدالة والسلام وكل نصوص الكتاب العزيز والحاديث النبوية تدعو إلى هذا فلماذا كان المسلمون أول من بادر إلى الحرب في أول تشكل لدولتهم في المدينة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نصر عبده وأعز جنده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه ودعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب رحمتك أما بعد فإن غزوة بدر تحمل من الدلالات والدروس والمعاني ما يحتاج إلى تأمل ونظر لأن دروس بدر لا تنقضي وكيفما قلب المسلم صفحات هذه الغزوة خاصة حينما تمر عليه ذكراها فإنه سوف يجد في هذه الصفحات الكثير من الدروس ومن العبر والعظات وما أجدر المسلمين اليوم أن يرجعوا إلى الحكم والأحكام وإلى الدروس والعظات المبثوثة في كتاب الله عز وجل وفي الثابت الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتصل بأحداث بدر لكي يأخذوا منها ما يحتاجون إليه في واقعهم تصحيحا لهذا الواقع وإعلاء أو تصحيحا لمسيرهم ومعالجة لكل الإخفاقات ومظاهر الفشل التي تعتري أفرادهم وجماعاتهم وأمتهم وهذه المقدمة التي تفضلتم بها هي غاية في الأهمية فإن الإسلام لا ريب دين سلام وهو دعوة رحمة للبشرية وهو أي هذا الدين إنما جاء لإنقاذ هذا الإنسان ولإعادة الإنسانية إليه ولإيقاظ هذه الإنسانية في ضمير هذا الإنسان بعدما كانت ميتة فصار الإنسان بلا إنسانية وصارت حياته بلا ضمير ولا روح ومن وسائل تحقيق هذا السلام ما اقتضته الضرورة من مثل هذه الحروب فإن المسلمين في غزوة بدر لم يكونوا هم الذين اختاروا المواجهة الحربية العسكرية لأنهم حينما خرجوا إنما خرجوا طلبا للعير لاسترداد بعض حقوقهم المسلوبة فقد كان المسلمون يتشوفون اللحظة التي يؤذن لهم فيها بالقتال دفعا للظلم عنهم وحينما أذن لهم بذلك فإن أول آية آذنتهم بهذا الإذن قال الله تعالى فيها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فبينت الآية أن سبب هذا الإذن إنما هو ما تقدم من مقاتلة المشركين لهم ومن ظلمهم إياهم ولذلك أذن الله سبحانه وتعالى لهم في القتال فهذا الدين لم يأتي لأجل إقامة الحروب وإعلان الحروب على الآخرين وإنما جاء دعوة هداية وإنسانية ورحمة للناس جميعا ومن وسائل تحقيق هذا السلام دفع الظلم عن الإنسان وإزالة كل العوائق التي تحول دون نشر كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض وإزالة كل ما يمكن أن يؤدي إلى تعطيل نشر رسالة السلام في هذا الدين ولذلك كانت غزوة بدر أما كون المسلمين لم يختاروا المواجهة الحربية العسكرية فإن ذلك مما نجده في كتاب الله عز وجل حينما وصفهم الله تعالى بقوله وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ولكن الله عز وجل أراد أمرا آخر للمسلمين فحينما وصفهم قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون فالأسباب الظاهرة التي سعى إليها المسلمون حينما أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالقتال ووعدهم إحدى الطائفتين هو إحقاق الحق وإبطال الباطل ورفع كلمة الله سبحانه وتعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء هذه هي الأسباب فلم تكن لهم رغبة في القتال لذات القتال أو في إعلان حرب على غيرهم وإنما كانوا يريدون دفع الظلم ورفع ومدافعة الباطل وإحقاق الحق وإزالة كل ما يمنع ما يمنعهم من نشر دعوة الحق والسلام والرحمة لكل أسقاع هذه الأرض وفي المقابل نجد أن المشركين وإنهم الذين أصروا على خيار الحرب فإن أبا سفيان لما تمكن من النجاة بالقافلة بعدما أرسل مستصرخا بقريش في مكة بعث لهم بعد ذلك بأنه تمكن من النجاة بالقافلة وأن لا حاجة إليهم فاختلف المشركون إلا أن رأس الكفر والضلال فرعون هذه الأمة أبا جهل أصر على مقاتلة المسلمين وقال قولته المشهورة التي كانت تعكس ما في نفوسهم من الغيظ ومن الظلم والاستبداد والطغيان قال لا حتى نصل بدرا فنقيم فيها ثلاثة أيام وننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف لنا القيان لكن بدر كانت مصرعا لهؤلاء الطغاة المستبدين ومع ما حصل منهم أنفسهم ما حصل من المشركين أنفسهم من اختلاف حول الذهاب للقتال بعدما سلمت العير دليل على أنهم هم الذين اختاروا بل يروى في كتب السيار أن عتبة بن ربيعة وهو من كبار ساداتهم اختنع بالعدول عن الذهاب للمواجهة بعدما سلمت لهم العير والقافلة إلا أن أبا جهل اتهمه بالضعف والجبن فكان تقدير الله سبحانه وتعالى أن تتم أن تكون هذه المواجهة وهي مواجهة فارقة في تاريخ الإنسانية لم تكن مواجهة فارقة في تاريخ المسلمين فقط وإنما كانت حدثا فاصلا حدثا فارقا في تاريخ هذا الإنسان لأنها فرقت بين الإيمان والكفر وبين الحق والباطل كما وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الأنفال حينما قال إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان طيب فضل الشيخ أنتم بيّنتم إذن في كلامكم هذا أن الهدف من هذا اللقاء التاريخي هو في الأصل هو استرداد لحقوق حقوق المسلمين التي سُلبت في مكة وذكرتم الآية إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا لكن الذي نعلمه جميعا والذي ورد في السيرة أن هذه المعركة شهدت مشاركة أنصارية من الأنصار لم يكونوا من هاجرين فقط فإذا كان الهدف هو استرداد الحقوق فما بالو مشاركة الأنصار لا تستغرب أبداً مشاركة الأنصار لأن المسلمين بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صار الجامع لهم هو رباط الأخوة الإيمانية صار الذي يجمعهم هو الإيمان بالله تبارك وتعالى فنشأت بينهم من الموالاة حتى صاروا كالنفس الواحدة لا فرق بين مهاجر وأنصاري بل إن عدد الأنصار كان أكثر من عدد المهاجرين الذي وجد في السيرة أن عدد المهاجرين كان سبعين وكان البقية من الأنصار وهذا لا غرابة فيه فإن الله سبحانه وتعالى كما أثنى على المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أثنى على الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان والذين آووا من هاجر إليهم ونصروهم ونعلم جميعا أن من الأركان الوطيدة التي هيأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وهو ينشئ هذا المجتمع توطئة لإقامة دولة الحق دولة الإسلام هو المؤاخاه بين المهاجرين والأنصار فصاروا لحمة واحدة رباطهم هو رباط الإيمان ولكن نظرا لما كانت تشتمل عليه بيعة العقبة من أن الأنصار يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفعون عنه أنفسهم وأهليهم وأموالهم فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوثق أن يستوثق منهم ولذلك فإنه لما استشار أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وهو يقول لهم صلى الله عليه وسلم أشير علي أيها الناس فتكلم أبو بكر وتكلم عمر رضي الله تعالى عنهم وتكلم المقداد وكلهم من المهاجرين وكلهم قال فأجاد وأحسن رضوان الله تعالى عليهم لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشير علي أيها الناس حتى تكلم سعد بن معاذ على أشهر الروايات فقال لك أنك تعنينا يا رسول الله وقال قولته الشهيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي سر بها وسر بها المسلمون جميعا وكانت قولته تلك لم تكن مقولة فرد يتحدث عن نفسه بل كانت مقولة سيد من سادات المسلمين صحابي جليل يتحدث عن كل الأنصار ولذلك فإنه قال فامضي يا رسول الله إلى حيث أمر إلى حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت واترك منها ما شئت ووالله للذي أخذت أحب إلينا مما تركت وامضي فإنك لو خطت بنا البحر لخض ماه معك فاستطرد في قوله مما يؤكد أن رباط الأخوة الإيمانية جعل من ألفة المؤمنين حقيقة واقعة ولم يكن مجرد شعارات وتنظيرات براقة بل كان واقعا ملموسا وكان ذلك من أهم عوامل النصر بعد الإيمان بالله واليوم الآخر فلا غرابة إذن في مشاركة الأنصار في هذه المواجهة خاصة وأن بدر كانت أقرب إلى المدينة منها إلى مكة ولو قدر وتأخر الأنصار فإن بطش المشركين من أهل مكة لن يكون على قراباتهم ممن هاجروا إلى المدينة بل لا ريب أنه سوف يمتد إلى المدينة وأهلها ولا لنسى أن هناك طابورا خامسا كان في المدينة وهم اليهود والمشركون من الأعراب الذين كانوا يحاولون أن يفتلوا في حبل وحدة المسلمين وألفتهم وأن يبثوا فيهم الفرقة ولكن الله سبحانه وتعالى حذر المسلمين من ذلك فاستسلموا لأمره حينما قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فكان ما بدر من الأنصار هو الذي يتوقع منهم وهو الذي يأمله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون منهم وهو الذي يحقق لهم استجابتهم لأمر الله تبارك وتعالى طيب فضل الشيخ أنتم ذكرتم أيضا في البداية أن المسلمين لم ينشبوا حربا ولم يكونوا هم البادئين وأنما كان لهدف اعتراض القافلة هل معنى هذا أن المسلمين لا ينشبون حربا أبدا ولا يبدأونها كيف يعني نقبل هذا مع وجود فتوحات إسلامية التي كانت مسؤولة عن توسع رقعة المسلمين وانتشار الإسلام ليس معنى ذلك أن المسلمين لا ينشئون حربا إلا أن إن شاءهم للحروب إنما يكون وفقا لضوابط وشروط لا بد منها فنحن نعلم أن هذا الدين دين رسالة للناس جميعا هو رسالة للعالمين وأن نشر هذا الدين يقتضي إزالة الطغاة الذين يحولون بين نشر هذه الدعوة وبين الناس الذين يمكن أن تصل إليهم فتخرجهم من الظلومات إلى النور إلا أننا نتحدث هنا عن خصوص أحداث بدر ولذلك فإن القرآن صريح في أن المسلمين كانوا يودون أن لو سلمت لهم العير وتجنبوا ذات الشوكة التي هي الحرب لكن المسلمون ينشئون حروبا والحروب التي ينشئها المسلمون إنما تكون لرفع الظلم وإزالة كل ما يعترض سبيل الله عز وجل ونشر دعوة الحق كما ينشئون حربا حروبا أيضا نصرة للمستضعفين في الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان فكل هذه من الأسباب التي ينشئ لأجرها الإجمالا المسلمون حروبا كما أن حروبهم تكون للدفاع أيضا وكما تكون أيضا لبث الرعب في قلوب من يمكن أن تسور له نفسه بالاعتداء على شيء من حرومات المسلمين ومقدساتهم نعم طيب فضل الشيخ الذي لاحظناه في غزوة بدر هو أن القانب الإيماني كان طاغيا لأنه طبعا هناك فرق كبير جدا في العدة والعتاد إلى أي مدى يمكن الاتكاء على الجامل بالإيماني في خوض معركة غير متكافئة الأطراف أم أن هذا خاص ببدر لا ريب أن أهم العوامل التي أدت إلى تحقق نصر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وهم قلة كما وصف في كتابه الكريم امتنانا عليهم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ من أهم هذه العوامل هو صدق الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر وهذا الإيمان الذي تملك قلوب المؤمنين وسيطر على جوانحها ودفعها إلى البذل والتضحيات والإيثار لم يكن وليد صلفة بل كان وليد تربية محمدية هذه التربية واجه فيها المسلمون حينما كانوا في مكة ما واجهوه من الصعاب والإيذاء والظلم والتعدي لكنهم صبروا حفاظا على عقيدتهم وإيثارا لما عند الله سبحانه وتعالى إيثارا لنعيم الآخرة على حطام الحياة الدنيا فكانت تربية صادقة تمكن فيها المسلمون من جوانب هذا الإيمان فسيطر على نفوسهم فصار هو الموجه لهم إلا أن ذلك لا يعني أن هذا الإيمان الذي تغلغل في نفوسهم كان وحده كافيا لتحقق النصر لهم لأن الله تعالى أمرهم بإعداد العدة فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم فالله عز وجل لم يكلفهم هنا أن يعدوا أفضل العدة وأقوى القوة اللازمة لمواجهة الأعداء بل أمرهم بإعداد أفضل ما يستطيعون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أي أنهم مأمورون بإعداد الجوانب المادية بكل ما تشتمل عليه من علم ومن تخطيط ومن جوانب عسكرية ومن مؤنة وتجهيز ومن كل ما يحتاجون إليه ماديا ومن التعبئة المعنوية اللازمة أمروا بأقصى ما يستطيعون فإن فعلوا ذلك فقد أخذوا بالأسباب وهنا يأتي دور اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى الذي أشرتم إليه في مقدمة الحلقة اليوم وهو اللجوء إليه بالضراعة والدعاء والاستغاثة وهذا ما كان منهم فهناك أيضا الإيمان الراسخ في النفوس الذي هو سبب النصر الأول سبب استحقاقهم لنصر الله عز وجل لأن الله تعالى جعل النصر منه وحده فحينما قال ولقد نصركم ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة فإن الله سبحانه وتعالى يمتن عليهم بأن النصر منه وحده وحينما قال ولقد نصركم ببدر وأنتم أذلة فالنصر منه وحده سبحانه وتعالى وقال إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولا سبب يوصل إلى الله سبحانه وتعالى أقوى من صدق الإيمان به وحسن الإيمان باليوم الآخر وتمثل هذا الإيمان في واقع الحياة ثم تأتي بعد ذلك الاستعدادات وما فرط فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الاستعدادات المادية ولا صحابته الكرام بل أخذوا بكل ما استطاعوا وبأفضل الوسائل التي تمكنوا منها لأجل ملاقات العدو ولأجل التمكن من الانتصار عليه وتفادي كل أسباب الهزيمة نعم طيب إذن معنى ذلك هذا الذي تحدثت معنىه في موضوع التكتيك العسكري طيب لنقول بأن المسلمين استحضروا في تكتيك العسكري تلك اللحظة العدة من خلال الخطة العسكرية التي وضعت من خلال الاستشارات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم حركات التكتيكية العسكرية رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن النصر من الله قادم وأن الله تعالى قد وعده بذلك فلماذا كل هذه الحركة مع وجود وعد قاطع من الله سبحانه وتعالى بالنصر كل ذلك إنما كان أخذا بالأسباب فإن الله سبحانه وتعالى حينما وعد عباده المؤمنين بالنصر إنما وعدهم لما علمه من أخذهم بالأسباب بكل الأسباب المؤدية إلى النصر وكان المؤمنون أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه إنما يظهر لربهم الخالق الذي يعبدونه أنهم أهل للنصر ولذلك كانوا في حاجة إلى الأخذ بكل الوسائل التي تعينهم إلى بلوغ ذلك النصر وهذه الأسباب التي أخذ بها المسلمون هي في حقيقتها من لوازم إيمانهم الحق بالله تبارك وتعالى لأن الذي يتصور أن الإيمان إنما يكون مجرد عاطفة تملأ القلب فهو مخطئ الإيمان له تبعات ولوازم نعم الإيمان عقيدة راسخة في النفس إلا أن لها آثارا تظهر على هذه النفس هذه الآثار تتمثل في الاستسلام والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى ونحن نعلم عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد المكي وحينما وصل المدينة المنورة نعلم أنه كان يبني أفراد المسلمين بالعلم وكان يقوي اقتصادهم كان يأمرهم أن يبحثوا عن سبل لتعزيز ما نعرفه نحن اليوم بالاقتصاد لأن فيه قوام أمرهم كان يأمرهم أيضا على التدرب على الجوانب العسكرية وعلى ما تستلزمه الحروب كان ينشئ علاقات دولية كان يوطل العلاقات داخل مجتمع المدينة فينشئ العهود والمواثيق لأنه يسعى من ذلك إلى تربية هذا الجيل ويسعى من ذلك إلى استثباب الأوضاع له تهيئة لنشر دعوة الحق في مشارق الأرض ومغاربها فهناك قطوات عملية قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما كانت المواجهة في بدر وهي في العام الثاني من الهجرة فإن ما أظهره المسلمون يعكس أن الذي وصلوا إليه ما كان وليد إعداد بسيط وبلا شك لم يكن وليد مصادفة وإنما كان نتيجة لتربية حقيقية اجتملت على كل الجوانب النفسية والمعنوية والعسكرية والمادية مع الجانب الأصلي الذي تحدثنا عنه وهو الجانب المعنوي أو جانب الإيمان بالله واليوم الآخر فكانت هناك سرية كان هناك حرص على المباغة على مباغة العدو كان هناك حرص على استطلاع أخبار العدو في البداية كان هناك حرص على استطلاع أخبار القافلة فلما فاتتهم العير تحروا واستطلعوا أخبار المشركين حتى أنهم كانوا يعني تمكنوا من معرفة أعداد المشركين كما في قصة الغلامين الذين أسرهما المسلمون فأخذوا يسألونهما عن أعداد المشركين فقالوا لا نعرف حتى سألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كم ينحرون فقالوا ينحرون يوما تسعة ويوما عشرة أي من القزور فقال لهم صلى الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فإن القوم ما بين تسعمائة إلى ألف وكانوا كذلك وكذا الحال في سائر خطواتهم ثم في تنظيم الصفوف فرسول الله صلى الله عليه وسلم لجأ إلى المقاتلة بالصفوف بينما كان المشركون يلجأون إلى طريقة الكر والفر وهي الطريقة المعهودة في اليزيرة العربية في ذلك الوقت ما عهدوا طريقة الصفوف ولجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامل آخر وهو شحذ همم المسلمين ورفع معنوياتهم وكان لذلك الأثر البالغ فإنه لما كان يتفقد الصفوف كلنا نعلم قولته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فلما سمعه عمير بن الحمان فقال له عرضها السماوات والأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخم بخ فقال ما حملني يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها فقال له صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها فشرع عمير في أكل بعضي تمرات كانت في قرنه ثم تذكر ما قاله البشارة التي حملها له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لحياة طويلة إن أنا حييت حتى أكل هذه التمرات ما بيني وبين جنة عرضها السماوات والأرض إلا أن يقتلني هؤلاء فرمى ما كان في يده وأقبل على مقاتلة المشركين حتى استشهد رضي الله عنه إذن كل هذه الجوانب لا تتعارض أبدا مع وعد الله عز وجل للمؤمنين بالنصر بل هي من أسباب النصر ومن أسباب استئهالهم لوعد الله عز وجل لهم بالنصر وإن أذنت فإن لي تعليقا أيضا على موضوع الاستغاثة والدعاء لأن شبابنا اليوم للأسف الشديد لا يولون هذا الجانب أهميته في حين أننا إذا تأملنا ونحن نتحدث عن غزوة بدر إذا تأملنا أحداث غزوة بدر وجدنا فيها مما يتصل بهذا الموضوع أمرا عجبا فالله عز وجل حينما شرع يقص لنا الأحداث بتفاصيلها ابتدأ أول ما ابتدأ في كتابه الكريم بقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ولو لم يكن للدعاء واللجوء إلى الله تعالى والضراعة إليه مع صرق الإيمان ومع الأخذ بكل الأسباب لو لم يكن للدعاء والضراعة هذه المنزلة البالغة لما افتتحت هذه السورة الكريمة استعراض تفاصيل غزوة بدر بهذه الآيات بهذه الكلمات إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ونتذكر كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سوى الصفوف ورتب جندة ووزع الرايات وقسمهم إلى صفوف وإلى مقدمة وقلب وخاتمة وإلى طلائع للنظارة والحراسة وجعل لهم راية واحدة وجعل لهم شعارا واحدا وهي كلمة أحد أحد بعد ذلك لجأ إلى ربه تبارك وتعالى بالضراعة والدعاء وألح على ربه في ذلك وكان يدعوه فيقول له اللهم أنجز لي ما وعدت اللهم نصرك اللهم نصرك اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا وهذه تفسر لنا أهمية هذه الغزوة في تاريخ الإنسانية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا فكأن عبادة الله عز وجل في الأرض إنما هي معلقة ببقاء هذه العصابة المؤمنة وهذا ما حصل فعلا فإن إعلاء دين الله تبارك وتعالى ونشر دعوة الحق إنما تفتحت آفاقه وتنوعت وسائله بعد غزوة بدر فقد تسامعت العرب وتساءل من كان جاهلا وانتبه من كان غافلا وخسئت كلمة المشركين وكان كما قال الله تبارك وتعالى كلمة الله هي العليا وكانت كلمة الذين كفروا هي السفلاء الأخ سعيد القصابي الأخ عبد العزيز التوبي الأخ ضياء الإيمان أسئلتكم التي طرحت في الموقع الآن نازلنا نناقشها وننتظر من الإخوة المشاركة الآن من أجلي طرح أسئلة حول هذا الموضوع فضلت الشيخ سؤال مهم في هذه القضية الذي نلحظه في عدد من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ بالاستشارات العسكرية ويركز عليها في غزوة بدر استشارة الحباب بن المنذر وفي غزوة أحد أشار عليه مجموعة كبيرة من المسلمين أن يخرج لملاقات العدو وفي غزوة الخندق أشار عليه سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق هذه الاستشارات التي يأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم برأي الخبراء ماذا يستفيد منها المسلم على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر على الإطلاق ويمكن أن يستدعي إلهام ذلك من الله لا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع لأمته فهو معلمهم الأول وهو قدوتهم العليا فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلم أمته مبدأ الشورى وهو مبدأ أصيل راسخ للمؤمنين أقره لهم الله تبارك وتعالى وهم لا يزالون جماعة مضطهدة تعاني العذاب والظلم من أهل مكة من قريش في مكة المكرمة فوصفهم بقوله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم في سورة سميت باسم الشورى تأكيدا لكون الشورى مبدأ أصيلا راسخا على المسلمين أن يمتثلوه وأن يطبقوه ولهذا طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ طبقه حينما فاتتهم العير فإنه جمع أصحابه من المهاجرين والأنصار كما تقدم وهو يلح عليهم فيقول أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس أما حادثة الحباب ابن المنذر في ما أشار به مما يروى في مسألة المنزل الذي نزلوه في بدر فهي ضعيفة عند المحدثين لكن الاستشارة وتطبيق مبدأ المشورى ثابت كما تقدم وكذا الحال بالنسبة لما حصل في غزوة أحد فإن مع ما صدر من مخالفة الرمات لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن القرآن جاء ليخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر لأن المبدأ أكبر من الأخطاء ولألا يدفع الحال الذي صدر من بعض المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيادات المؤمنين إلى ترك هذا المبدأ فإن الله عز وجل قد أمرهم به تأكيدا في هذه الآية الكريمة بعد ما حصل لهم في غزوة أحد وكذا الحال في سائر غزواته صلى الله عليه وسلم لأن هذا المبدأ كما قلت مبدأ أصيل لا غنى للمسلمين عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه المسدد بالوحي إنما هو معلم لأمته وهو القدوة والأسوة لهم وهو المشرع لهم ولذلك فإنه يمتثل أمر ربه بمشاورة أصحابه وبإرساء هذا المبدأ تطبيقا عمليا في واقع حياتهم ولهذا المبدأ مجال أيضا يمكن أن يطول لكن الذي يتصل منه بهذه المعركة هو هذا الذي ذكرنا أما مسألة ماء بدر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية أنس بن مالك التي ذكر فيها أنه كان قد أرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بسيسة عينا له يستطلع له عير قريش فجاء بسيسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته وما معه أحد كما يقول أنس بن مالك إلا أنس ومع ذلك فإن بسيسة أسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار فخرج رسول الله حتى أن أنسا يصر أنه لا يعرف من الذي أسر به بسيسة للنبي عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام وفي بعض الروايات أنه جنب بعض أهله أي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار لألا يسمع ما أتى به بسيسة ثم لما خرج قال إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا ثم يصف أنس بن مالك مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فخرج رسول الله وأصحابه معه فسبقوا إلى بدل مما يدل على أن هذا التكتيك هو من الأمور التي يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم فنفي صحة هذه الحادثة وهي حادثة إشارة الحباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنزل الذي نزل فيه لا تنفي إرساء مبدأ الشورى وأهميته وممارسة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله تعالى أعلم وهناك أمر يتعلق بهذا الموضوع فضل الشيخ ولكن إن شاء الله بعد المكالمات الأخي يحيى الوهيبي الأخي يحيى مرحبا شيخ أهلا بك الأخي يحيى السلام عليكم الحمد لله عفاك الله أياك يا أخي بارك الله فيك أقول لك الموضوع يا أخي عندي أختي اليوم تركت نعم تفضل اسماعه عندي أختي اليوم تركت وهي ما عندي بس بدون أول عاج نعم يعني العجة بتعساس في البيت يكون هم عندي حاجة يعينه وليبعث عندي نعم يعني أنت سؤالك خارق الموضوع طيب 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 إن شاء الله الأخي يحيى مشكور شكرا جزيلا الله يبارك فيك الأخي جميل لوهيبي أيضا السلام عليكم عفوا عليكم السلام عليكم ورحمة الله بسرعة طيب الحمد لله الأخي مييل السلام عليكم الدكتور حياكم الله عليكم السلام ورحمة الله يا حي قال الشيخ السؤال أنا عندي زوجة بتروح لعمرة نعم وعندي ذهب فيديها ما يتفلت يعني نعم وفي سؤال واحد ألو تفضل عندي سؤال واحد يعني يو بتروح للمكة الصلاة في الحرم ولا يعني في الشيارة السكن في مسايد حد من الناس يقول لك يو بصلاة الحرم يعني صلاة المسايد لحوالي الحرم نعم طيب وفي سؤال واحد يعني الزوع يعني الحرم يو بتزوع يعني يحامل الزوع يعني ولكن ما تغني فيه حيث نفس طيب ولا تخص دعم يعني جيد الأخ يبيل بأني فتر ولا من فتر وهذا السلام عليك شكرا جزيلا الله يبارك فيك الله يحفظك الأخ محمود المندري السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام أهلا بك الأخ محمود حياكم أهلا بكما حفظك دكتور سيف لو تسمح عندي ملاحظة قبل اتفضل بالنسبة للشخص المتصل ما يطلع واضح صوته نحن ما نسمعون المتصل جيدا يعني يعني الشخص الذي يتصل بكم نحن ما نسمعون السؤال جيدا ما واضح يعني في التلفاز جيدا ما عظموا السبب وأصواتنا نحن واضحة هيا مرة أنتم واضحة المتصل إذن الحمد لله عند سؤال أنه نسمح طيب السؤال الأول وقع خلاف بين بعض الكتاب الكتاب الذين يكتبون في السيارة فالأكثر من هؤلاء الكتاب يخفون بعض الأخطاء التي وقع فيها الصحابة والبعض الآخر يظهر هذه الأخطاء التي وقعت طبعا في غزوة بدر نعم حتى يبين بأنهم بشر يبين صحاب بأنهم بشر فهل وقعت هناك أخطاء وخصوصا عند اقتسام الغنائم وما هي هذه الأخطاء هذا السؤال الأول طيب السؤال الثاني بعد هذه الآيات في سورة آخر حذر الله سبحانه وتعالى من بعض المعاصي والكبائر فما علاقة تلك الكبائر التي حذر الله سبحانه وتعالى منها بالنصر في المعاركة طيب السؤال الأخير لو تكرمت ماذا نستفيد من تأييد الوحي السماوي لرأي عمر بن الخطاب في الأسراء طيب واضح السؤال واضح أحسنتم السلام عليكم شكرا جزيلا الله يبارك فيك الإخوة يحيى والأخ جميل سنطرح أسئلتكم إن شاء الله لكن في الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة قبل أن نأتي إلى سؤال الأخ محمود واحدة من الأخوات في صفحة البرنامج تسأل إذا كان هناك مشاركة للمرأة المسلمة في هذه الغزوة هل لها مشاركة؟ لا يذكر في سير المسلمين أن في بدر كانت هناك مشاركات للنساء والسبب هو ما تقدم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ندب صحابته للخروج قال إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضراً فليركب معنا حتى أن بعض صحابته استأذنه ممن كان يعني ظهرانيهم في علو المدينة فلم يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لكن هذا لا ينفي أيضاً أن يكون للمرأة المسلمة دور في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي معارك المسلمين وهذه قضية يعني ثابتة معروفة وكذا الحال أيضاً بالنسبة يعني لا يقتصر دور المسلمين الذين يشاركون في الغزوات على أولئك الذين يذهبون للمقاتلة بل حتى الذين يبقون أو الذين يستبقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحراسة المدينة أو لاقتفاء الأثر أو لأي مهمة أو لأي مهمة من المهمات التي يأمرهم بها فلا شك أن في ذلك مشاركة في الجهاد نفسه وهذا يتصل بالتمريض والتطبيب ومداوات الجرحة وإسعاف المرضى وسقي العطشة إلى آخر ما كان معروفاً مدوناً من مشاركات المرأة في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الأخت أم الخير في صفحة البرنامج كل الذي طرحتي تناوله الشيخ وبالفعل تحليدك جيد الأخ بلسم الحياة طبعاً نحن مع صفحات البرنامج أو فيسبوك هذا لا يكتبون أزماءهم في بعض الأحيان نعم يقول هل علم الصحابة رضي الله عنهم بوجود الملائكة تقاتلوا معهم أثناء المعركة أم علموا بذلك بعد انتهاء المعركة الذي نجده في كتاب الله عز وجل أن إمداد المسلمين بالملائكة كان من ضمن مقاصده تطمين المسلمين وتبشيرهم وهذا يعني أن يحصل لهم ذلك قبل المعركة فهم علموه إجمالاً بما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان وهناك روايات تشير إلى أن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عياناً آثار مشاركة الملائكة في القتال نفسه كما في الرواية عن الصحابي الذي سمع صوت صوت يعني أعلى رأسه ثم نظر إلى المشرك فوجد أنه قد جدع أنفه وشجت جبهته وخر صريعاً يعني رأى أثر الصوت على المشرك الذي كان وراءه الذي كان المسلم وراءه فإذن هذا الذي نفهمه من ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وكذا الحال أيضاً بالنسبة للعوامل الأخرى التي هيأها لمسها المسلمون إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم فكل هذه العوامل هي مما ساعدت المسلمون ساعدت المسلمين ورآها المسلمون نحن لأنه بقي معنا وقت قليل جداً نطرح على الأقل إخوة هؤلاء الذين طرحوا أسئلة مختلفة ثم نعود مرة أخرى ولكن مشكل سريع فضلت الشيخ الأخ يحيى الوجيبي المعتدة التي لم يكن لها من زوجها المتوفى ولد هل يلزمها أن تعتد في بيته الأصل نعم أن تعتد في البيت الذي وصلها نعي زوجها وهي ساكنة فيه وقد ذكر هو أن لا ولد لها فليكن معها بعض محارمها أو بعض النساء لمؤانستها هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يصار إليه فإن وجدت ضرورة فيمكن له أن يراجعنا بعد ذلك لكن هذا هو الأصل ولا بد من أن يتعاون أولياء الميت في تهيئة الأسباب التي تعين المرأة على التزام أمر الله تعالى بقضاء العدة في بيتها الذي وصلها النعي وهي ساكنة فيه الأخ جميل يقول زوجه أرادت أن تذهب إلى العمر ولكن بعض الذهب في يدها لا يخرج هل يؤثر ذلك على إحرامها؟ لا يؤثر ذلك على إحرامها لا نعم الصلاة في الحرم طبعا الأجور فيه كثيرة وعظيمة جدا لكن هل يلزم أن يكون في صحن الحرم في المسجد أم يمكن أن تصلي المرأة في سكنها؟ لا هو يسأل مطلقا هل أجر الصلاة في مساجد الحرم المكي كأجر الصلاة في البيت الحرام؟ وهذه مسألة اختلف فيها العلماء ما إلا أن الذي يعني يمكن أن نذكره سريعا أن الأدلة الشرعية تقصر أجر الصلاة أي أن يكون أجر الصلاة بمئة ألف صلاة على المسجد الحرام نعم لا على سائر المساجد لكن ينبغي لنا أن نتذكر أن الحرم كله أرض مباركة أعلى الله سبحانه وتعالى منزلتها ويضاعف الأجر فيها ويعلي منزلة الأعمال الصالحة درجات الأعمال الصالحة فيها إلا أن تخصيص مضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة هو خاص بالمسجد الحرام والله تعالى ألم نعم إذن معنى ذلك يستحب للإنسان أن يذهب ينبغي نعم أن يحرص وهو هناك لا يفوت الفرصة فليحرص وليبكر في ذهابه إلى الحرم خاصة في أوقات الزحام نعود مرة أخرى إلى غزوة بدر نعم عنده سؤال أخير القي من ذرعه القي فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي والذي نفهمه أن خروج القي إنما كان بسبب الحمل وهذا لا يؤثر لكن ليس لها أن تتعمد في إخراج القي فما كان ما اضطرت إليه مما لم يكن باختيارها فلا حرج عليها في ذلك ومعنى الإشارة إلى أن الحاملة إن أجدها الصوم فإن الحمل مرض وأي مرض وهو مبيح للإفطار والله تعالى أعلم على أن تقضي لاحقاً لكن هذا القي قد يخرج يعني رغم أن في الإنسان أو رغم قدرته هذا لا يؤثر عليه يعود بعضه في الداخل أما الذي يعني عاد دون تسبب من الإنسان فلا حرج عليه فيه أما الذي يتسبب فيه في ذلك حرج كبير وإن قضى صوم ذلك اليوم إن كان قد يعني أهمل في مسألة منع القيئ من العودة إلى الجوف فليخضي صيام ذلك اليوم احتياطاً لكن الأصل أن لا شيء عليه طالما أن ذلك قد غلبه والله تعالى أعلم نختم في نصف دقيقة لأن الذي بقي معنا فقط وقت قصير نأخذ العلق لسؤال الأخ محمود عندي أسئلة الحقيقة كثيرة ولكن الوقت لا يتسع لها الذي وقع بعد المعركة بين الصحابة رضي الله عنهم من اختلاف على الغنائم هل يعد ذلك خطأ أم هو طبيعة بشري ويمكن أن يتناول على أنه أمر لا يعتبر من الأخطاء إنما من الطبائع البشرية نحن أولاً يعني تعليقاً على ما قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما أهل بدر لهم المنزلة العليا فهم خير القرون وهم خير خير القرون نعم ولكن الذي يعني أشار إليه من مسألة سؤالهم عن الأنفال مما قصه لنا الله سبارك وتعالى يمكن أن نفهمه في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان من ضمن ما توجه به إلى ربه أنه قال اللهم إنهم حفات فكسهم إن اللهم إنهم حفات فكسهم إنهم حفات فأغنهم إنهم جوعا فأشبعهم نعم فهذا يعكس الحال الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر لأنهم جردوا من أموالهم ومن ممتلكاتهم ومن دورهم وأخرجوا من ديارهم وأيضا الأنصار ما كانوا في سعة وإنما كانوا في ضيق ذات يد ولكن نفوسهم جادت على إخوانهم المهاجرين وآثروهم على ما عندهم فكانوا في عسر من أمرهم وكانوا في ضيق ذات يد ولذلك كانوا يتطلعون إلى هذه الغنائم إلى هذه الأنفال فلما انتهت المعركة تساءلوا لأن حكم الله سبحانه وتعالى لما ينزل فيها بعد فتساءلوا عن ذلك وهذا الذي قصه لنا كتاب الله عز وجل في سورة الأنفال أزاكم الله خير فضل الشيخ على هذا العطاء الجميل الرائع في تحليل هذه المعركة والبحث في أهدافها أعزائنا الكرام في نهاية هذا اللقاء نتوقف بالشكر القزيل إلى فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة نشكركم أيضا على حسن المتابعة في الغد بحول الله تعالى نعود إليكم مرة أخرى لنبحث في موضوع الاتصالات التعامل مع التقنيات الحديثة هل يمكن أن نتصل مجانا عن طريق الإنترنت هل يمكن أن نتعامل بهذه التقنيات الحديثة دون أن نقع في أخطاء أم أن هناك أخطاء لا بد من تجنبها عن طريقه من رسائل كثيرة جدا أصبح الكثير منها يشكل علم الإنسان وأيضا يشكل في بعض الأحيان الرأي العام نلقاكم بحول الله تعالى إذن في الغد لبحث هذا الموضوع مع فضيلة الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا